أفكار ذكية لتأديب ابنك من غير عصبية طبعاً إحنا لعلّا مرتبط عندنا موضوع التأديب أن الواحد إذا بيأدب لازم يعصب بينما هو في الحقيقة الموضوع ما لا علاقة أبداً يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربّى أجيال وربّى أولاده وربّى أحفاده وربّى الأمة من غير عصبية التربية ما لها ارتباط ما لها علاقة التأديب والتربية ما لها علاقة العصبية أبداً حتى المنهج القرآني لما الله عز وجل يأمرنا أمر حتى نزكي النفوس أعطاننا ترغيب وأعطاننا ترهيب فإذن المسألة هي كيف أنا أتعامل مع ابني أو طفلي بحكمة ورفق ما هي الحلول الذكية رقم واحد القاعدة الأولى أولاً لابد أن الأب والأم يكون عندهم قناعة قناعة وهذه مهمة جداً هذه خمسين بالمئة من علاج المشكلة أن يكون عندهم قناعة أن العصبية لا تعالج المشكلة يعني إذا أب أو أم الآن قاعد يتابعون هذا اللقاء وفي قرارة أنفسهم أنه أنا أولدي ولا بنتي والله ما يقوم سلوكا إلا الغضب والعصبية وأن يحمر العين لأن أول شيء لازم نغير العقيدة أي واحد فينا عند عقيدة أن العصبية مفيدة هذا ما هو صاحبنا في هذا اللقاء أبداً تغيير العقيدة هو قرار رقم واحد طيب شون نغير العقيدة؟ أنه نحن ما نؤمن ولا نعتمد على اعتبار أنه العصبية تغير السلوك طبعاً يمكن بعضكم الآن يقول طيب يلا أنا مستعد ومستعد ألغي قناعاتي ومستعد ألغي التربية اللي أنا تلقيتها أبوي وأمي والمعلم اللي أنا درست عندها كانوا لما يعصبون كنا نصير سيدة يعني هذه قناعات موجودة عند كثير من الناس أنا مستعد الآن بمشي معاك وبغير هالقناعات وبغير هالعقيدة وبشوف بشوف ولدي فعلاً يتقوم سلوكها ولا لا طبعاً بعض الأباء والأمهات يتبنى العقيدة الجديدة هذه ويبدأ يعمل ولدة بالحوار والنقاش وشوفها ما نفع أسبوع أسبوعين ما نفع يرجع مرة ثانية للعصبية يقول والله أنت ما يأدبك إلا العصى والعصبية لا هذا أنا بالنسبة لي ما هي تجربة أبداً لأنه أنا إذا أبي أغير شخص أو إنسان أو طفل سبوع أسبوعين شهر شهرين بالنسبة لي يعني الوقت هذا قليل في التغيير وفي تقويم السلوك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ظل ثلاثة عشر سنة ثلاثة عشر سنة في التربية على قضية واحدة بس اللي هو العقيدة التوحيد ثلاثة عشر سنة إذا أحنا نبي نغير في الطفل أمور سلوكية وأمور اجتماعية وأمور تربوية وأمور صحية وأمور إيمانية وفي التربية الجنسية وفي التربية المالية هذا يعني حتى لو نقعد مع الطفل سنة و سنتين ثلاث إذا برنامج هذا كله ما يتغير إذا ثلاثة عشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ركز على قضية واحدة فإذا هذه قناعة لابد أن ننطلق منها في البداية إذا الأم ما تبي تعصب والأب ما يبي يعصب أهني نبدأ التربية هاي رقم واحد القاعدة الثانية أنه لابد أن نوجد بديل للعصبية يعني إذا أم أو أب يتنرفزون بسرعة يتوترون يعصبون الآن لازم نتخذ قرار اليوم طالما احنا اتخذنا جددنا العقيدة في موضوع التأديب بعدم استخدام العصبية إذن من أنتيني أنا فورة الغضب لازم يعرف شون يتعامل مع نفسي طبعا في أفكار كثيرة في بعض الناس مثلا إذا جاتهم فورة الغضب يروحون يتمشون مثلا في البيت حتى يطلعون التوتر بعضهم يروح يتوضى ويصلي ركعتين بعضهم يلعب رياضة بعضهم يروح ينام طبعا النوم خطر صراحة بعد الغضب المهم فإذن في وسائل لازم إحنا نستخدمها حتى نطلع الغضب والغضب ما يطلع على الطفل انتبهوا أي أم أو أب يعصب على الطفل فالغضب يخدم نفسه لا يخدم المغضوب يعني ما قاعد يخدم الطفل قاعد يخدم العصبي نفسه هو قاعد ينفس عن نفسه وهذه نقطة ثانية لابد أن نحن نؤمن فيها وبالتالي ما هو البديل عن العصبية يعني أنا بغير سلوك طفل شو البديل؟ طيب إذا أنا ما بعصب وأنت تقول لنا لا تعصبون طيب ماشي أنا حين قررت أني ما عصب شو البديل؟ البديل أنه في وسائل في ترغيب في الترهيب اللي هو المنهج القرآني الترغيب والترهيب ممكن أحرمه من شيء هو يحبه أو أني أكافئ أخوانه أو زملاءه فيعرف أنه يعني في موقف تجاهه فإذن في وسائل عقوبة حرمان مكافئة هذه كلها بداء للعصبية هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة من الحلول الذكية في تقويم سلوك الإبن غير العصبية أنه إذا أنا اتخذت قرار تأديبي لازم ما أتردد يعني مثال خنقول مثلا يعني أنا حات قانون في البيت أنه ولدي لما يمسك الهاتف النقال أنا قايل له تلعب جيم أو تلعب كذا مدة نص ساعة الولد سحب لعب ساعة ساعتين فلما يأت أنا اكتشفت أنه هو غلط هالغلطة طيب أنا الحين في عندي أكثر من طريقة في علاج هذه المشكلة طريقة الأولى اللي تعرفونها كلكم العصبية العصبية وأغلب ردود الأفعال نعصب نأخذ التلفون منه ونقول له خلاص بعد ما نعطيك هي أمر ثانية وبعدين يقعد يلح 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 بنعطيها أي أمر ثانية وهذا هو الدارج في البيوت اليوم اللي أنا قاعد أتكلم فيه مختلف تماما أنا قاعد أتكلم عدم التردد في نفس القرار أنا اتخذ قرار ما أتردد ولا أتراجع ولا أنسحب خلاص أنا إذا أخذت قرار بس طبعا لا يكون قرار ظالم انتبهه قرار عادل وقول له خلاص أنا بسحب منك الهاتف النقال مدة يومين ما رح أعطيك إياه لأنك أنت لعبت ساعتين وأنا قائلت لك نص ساعة إذا كل يوم تلعب نص ساعة معناته لازم تلعب أربعة أيام بالساعتين فأنا التلفون هذا رح أسحبه أربعة أيام نص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة خلاص هذا القرار طيب الحيش يسوي الطفل يقعد يستخدم كل الحيل اللي موجودة في العالم ليكسر هذا القرار يبي يطلع استثناء الأخ يبي يطلع استثناء ويطلع حيل وحيل ذكية مرة يستعطف مرة يبتي مرة يتأسف مرة يكلم الجدة يدخلها واسطة تكلم بنتها المهم حية الكثيرة إهني الأب ولا الأم المفروض القرار هذا ما يتزعزع خلاص قرار يعني قرار تعرفون لو أنتم تعاملون أولادكم وبناتكم بالطريقة اللي أنا قاعد أتكلم فيها القرار يعني قرار بس انتبهوا قرار عادل هام وظالم إذا ظالم تراجعوا أنا أتكلم عن القرار العادل استمروا على المدى البعيد بعد عشر سنين من التربية بعد خمسة عشر سنة من التربية إحنا راح نستفيد من هالصفة في عدم التردد في اتخاذ القرار التأديبي أنه شخصية الطفل راح تكون مستقرة ما قاعد يتعامل مع أب وأم مزعزعين مترددين ضعاف الشخصية لا قرار يعني قرار أبدا أولا شخصيتها راح تكون قوية الطفل هذا الكلام بعد الخمسة عشر سنة بعد ما يكبر راح تبين الثمرة زائد أنه شخصيتها مستقرة زائد أنه إذا كبر وتم اتخاذ قرار مثلا راح تشتغل ولا في شركة ولا في مكان وتم اتخاذ قرار ضده يعرف شون يتعامل معه تكون عندها شخصية قوية وهذا استقرار نفسي مهم جدا وين الضياع الضياع إذا الأم أو الأب يرقصون الولد شون يرقص يرقص يعني يطلع قرار بعدين يطلع استثناء يطلع قرار بعدين استثناء يطلع قرار بعدين يضعف يعني يقول له خلاص أربعة أيام التلفون ما أعطيك هي تلعب فيه بابا الله يخليك يقعد يبوس رأسه يقعد يبحث نامجه خمس دقائق راح القرار شي دي سوينا شي دي معناته السلوك الخاطئ اللي أنتو شفتوه خاطئ أنتو عززتوه معناته قاعدت ربون الطفل أن يكون مجرم أن يكون هذه التربية على الانحراف قاعد ربي ابني أن يكون منحرف من غلطة صغيرة يغلطها الأب والأم إحنا الحين ليش نشوف أكو مجرمين أو أشخاص منحرفين في المجتمع ليش؟ لو تبحثون في التربية وهما صغار تشوفونهم تربوا على الإجرام بس من حيث لا يعلم يعني أنا عندي أسرة مثلا مطلقة أبو زوجو زوجة تطلقوا الزوجة تنتقم من طليقها فتقول حق ولدها يبلي معلومات طبعا الطليق تزوج واحدة ثانية يبلي معلومات فصار لما يبلها معلومات تعطيه مكافأة صار بعدين الولد شي سوي عمره سبع سنين يقول لها ماما عندي خوش معلومة أعطيت شيئاها بس تعطيني المبلغ لفلاني فالأخ هذا أبو سبع سنين قام يبيع المعلومات من اللي عرف بالقصة؟ اللي عرف الطليق اللي هو الرجل الزوج اللي متزوج واحدة ثانية لما عرف قام يقول لها اسمع أقول لك إذا تتيب لي معلومات عن أمك أنا أعطيك أكثر منها فصارت الأم تعطي على المعلومة والأب يعطي على المعلومة هذا الطفل أنا عرفه شخصيا عرف اسمه وعرف فصله وعرف أمه وعرف أبوه هذا لما صار عمره واحد وعشرين سنة صار من يعني شأقول لكم من أكثر الشباب في جيله المجرمين في مجتمعه صار مجرم وصار يتعامل بالرشوة إذا القضية قضية تربوية هي في الأساس فإذا إحنا ما ربينا عيالنا صح إذا إحنا قاعد ربيهم على الإجرام قاعد ربيهم على الانحراف ولذلك أنا قاعد أقول لكم الآن في حلول ذكية تساعدنا أن نمر ربي على العصبية من أجل تغيير السلوك واحد أعيد مرة ثانية لازم أن نغير عقيدتنا في تربية أبنائنا أن العصبية لا تفيد العصبية ما تفيد ولا تغير سلوك رغم اثنين أنه لابد في بديل عن العصبية أكافئ أحرم أجازي أرغب أرهب في بدائم رقم ثلاثة النقطة الثالثة إذا اتخذ قرار ألتزم بهذا القرار ولا أتردد تمام أربعة إني لابد أن يكون عندي قانون واضح شنو يعني يعني ما يصير كذي أنا عصب على شغلة سواها الولد أو البنت وهذا مسكين الولد ولا البنت ما يدري إنا اللي سواها غلط يعني أنا دخلت البيت ماسك الماء وقاعد يكدت يصب الماء مثلا على السجادة مثلا ورحت أنا عصب ضربته وكذا وليش أنت ترمي الماء على السجاد وقاعد يقيس يقول ذاك اليوم كنت أنا معك بابا كنا نلعب بالماء كنا في الحديقة وكنا نكدت الماء ونصب بالماء وين الغلط في الموضوع؟ ذاك اليوم حطينا الماء بالحديقة الحين حطيت الماء على السجادة شو المشكلة يعني؟ الطفل قاعد يشوف أنه ماء انتك كبير انت قاعد يشوف سجادة والسجادة شاريها غالية وانت تعبان عشان شرية السجادة هذه الزاوية الطفل ما قاعد يشوفها وفي زاوية ثانية الطفل ما قاعد يشوفها أنه في أماكن ممكن أنا أصب الماء ومكانها صح وفي أماكن غلط ما يشوفها أنا اليوم اليوم الصبح في المكتب عندي زوجين عندهم طفل عمره ثلاث سنوات يعينيش تكون من الطفل الأب والأم يشتكون من الطفل يقول الطفل لما دخلنا الحضانة وطلع صار تكرمون يبصق نحن نقول يتفل يعني زي فصار يمشي ويتفل يشوف إختها الصغيرة يتفل عليها يشوف أبو يتفل عليها يشوف أمه يتفل يروح بأت يدتها يتفل على الجد قلت لهم طيب أنتو شو سويتم فيقول لي الأب يقول أنا قمت أضربه على فمه أضربه وقلت حق الأم أنت شو سويته قالت أنا عصبت عليه أكثر من مرة أقول لا تتفل لا تتفل بعصبية قلت لهم طيب أنت كأب ضربت على شفايفة وانت يا أم عصبت عليه وقف التفال ولا مستمر الولد هذا قالوا لي لا والله مستمر قلت لهم إذن لا العصبية نفعت ولا الضرب نفع قالوا لي زي شو الحل إحنا نبي نغير سلوك شو الحل مرة ثانية نرجع للنقطة اللي احنا أثرناها الآن يكون في قانون واضح ما هو القانون أنه هذا الصح وهذا غلط زائد توجيه السلوك توجيه وهذه نقطة مهمة جدا أني أنا مو بالضرورة أقول حق الطفل لا لكن الشغلة الغلط اللي قاعد يسويها أخليها يسويها هذه الغلطة في المكان الصح أنا عندي حالات أطفال يتفلون يبسقون شك لت حق الأم والأبو قلت لهم لما تشوفون الطفل يبدأ يتفل يخرج البساق قلوا له هاتا بالتفل تعال تعال بابا تعال وروحوا معاه مثلا في الحمام وحطوا له مغسلة فيها ماء أو مكان وسموا هذا المكان مكان البساق مكان التفلة أنا عندي أكثر من حالة الطفل استجاب صار كل يوم يدخل هالمكان يتفل ويطلع عندي طفل ثاني كان يضرب أخته هو ثمان سنين ويضرب أخته ست سنين على طول الأم تعصد ماكو فايدة الأبو صار يضربها ماكو فايدة قلت لهم لا 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 العصبية ما تغير سلوك واضنرب ما يأثر أصلا عيالنا إحنا عيالنا لو بنطقهم يقول لي ما يعور شادي يجاوب أو يقول يولا أضرب بعد مرة ثانية أضرب 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 ما عندهم مشكلة في الضرب وما عندهم مشكلة وبعدين إذا كثر المساس مات الإحساس علماء يقولون هكذا أنا لما أضرب 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 خليموت الإحساس عندي يقول طيب أضرب أضرب يلا فإذن ما قاعد أقوم سلوك ولا قاعد أقدب أنا بهالحالة عندي أكثر من حالة قلت حق الأب والأم أقول لعبة البوكسنج تعرفونها هذه أكو كرة تنبع تنحط وقاعد يضربها مثلا الولد بالشكل هذا وتروح الكرة وترجع يتحق الأب والأم اشتروا لكم هذه اللعبة حطوا وحدها بالصالة وكلما الولد يبي يضرب أخته قوله بابا بابا الضرب مو للبشر الضرب للكور تعال تعال أنا معاك نضرب بعد مو بس أنت تضرب تعال يلا نضرب 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 قلني عندي حالات كثيرة تم معالجتها بهذه الوسيلة حتى عندي واحدة من الأمهات تقول لي شريت خمس كور كرة بغرفة النوم كرة بالصالة كرة في المطبخ كل مكان حطيت وين بالبيت لأن والدي يقول ذبحنا يمشي ويطق وإذا ما في أحد يضرب الجدار فشرت خمس كور تقول ذرتحنا صار يمشي بكل مكان يروح يضرب الكور كل زين الحمد لله فرجت فإذا مرة ثانية لابد أن يكون في قانون واضح معلن وبعدين عندنا بديل بدائل دائما للطفل شوف لبدائل طيب النقطة السادسة الأب والأم لابد أن يبتعدون عن التهديد والشتم يعني أني أقول والله العظيم إذا أنت سويت تخوف صراحة تخوف قاسما بالله إذا أنت بس كين يرجب هذا لأ وبعدين صار الحلف ما لا قيمة شوفوا مباشر حتى إذا كبر يحلف وما يلتزم وبينكم اللي يحلف كثير الحلف من صفات المنافقين يعني فإحنا بعد ليش ندخل صفة من صفات المنافقين فينا ما لا داعي الحلف ما لا داعي والتهديد ما لا داعي يعني في ألفاظ يعني واحدة من الأمهات ذاك تقول أنا أفقد أعصابي وهدد أذبحك والله لقطعك أشرب من دمك أطلع روحك تخيله أم تقول لحق ولدها أطلع روحك ملك الموت هذه مو أم فإذن التهديد هذا يزعزع شخصية الطفل ويكسر العلاقة يخلي العلاقة علاقة مدمرة ما بين الطفل وما بين الأب والأم ليش هذا كله ما لا داعي وبعدين تعال أقول لكم والله لو تهدد من اليوم لباتر يعني بتأدبئ أنت الحين ما تأدبئ لا ويروح يقلد يعني أنت حين تقول له مثلا والله لا أذبحك والله لا أشرب من دمك تعالفون شي يسويها الولاد اللي عمره ست سنين يروحك اختل صغيرة واربع سنين يقول له سمعي ترى إذا سويت والله لا أذبحك والله لا أشرب من دمك يبدأ يكرر نفس الكلمات اللي يقولها أبو أو أمة طيب أمام ما استفدنا شي ما استفدنا وما تم التأديب إذن إذن لا العصبية قاعد غير لا التهديد والشتم قاعد يغير ولذلك لو فيهم خير كان النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا لكن شوفوا هو دائما علاج المشكلة بالحيلة والذكاء ليش أنا قلت لكم حلول ذكية لتأديب الأبن دون العصبية يعني حين أخت موسى عليه السلام طلعت فكرة ذكية وعالجت مشكلة الطفل الرضيع البلكة بلقيس لما ياها الهدهد بكتاب من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لما استشارت قومها شو قالوا لهم القوم الرجال شنو قالوا لها نحن ألو قوة وألو بأس شديد الجماعة يبيطقون يبيضربون متعودين على الحرب نحن ألو قوة وألو بأس شديد بس ملكة بلقيس فهمانا وعارفة السالفة موسى ألفة قوة ولا سالفة ضرب هي بعدين تقعد تكلمون ملك سليمان اسمه وهذا حاكم العالم وأرسل لنا رسالة محترمة وجيدة وهذا في بروتوكولات السياسات الدولية يعني الخطاب إنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان فيها فيها فقالت خلص أنتم بدام هذا رأيكم المشكلة تتعالج بالقوة أنا أوريكم كيف تتعالج المشكلة القوة أنواع في قوة عضلات في قوة فكر وعقل وذكاء فبلقيس استخدمت القوة الفكرية واستخدمت الذكاء فراحت أرسلت لهدية لأنه هذا اختبار لأن الأنبياء لا يقبلون الهدية لأنه عندهم رسالة وعندهم دعوة بينما الملوك يقبلون الهدايا وهي تبي تعرف هذا ملك ولا نبي مرسل وفعلا عرفت وكشفت وانتهت المشكلة إذن في الحكمة إذن بالرب عيالنا صح إذن لازم نستخدم الحكمة مو العصبية العصبية ما تربي الذكاء الحكمة هو اللي ربي وبالتالي إننا نعطيه البديل هذه واحدة من الأفكار ما نهدد ما نشتم ما نغضب ما نضرب ما نضرب أنا قلت واحدة يقول يعني أنا حين تبيني أدخل البيت شذي يعني ما سوي شيء لا 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 أنت عيش مع أولادك شو المشكلة يعني عيش مع أولادك العب معاهم صولف معاهم وأدبهم الأب والأم من صلاحيتهم التأديب أدب تبيت عاقب عاقب بس عاقب وانت رحيم عاقب وانت عادل لا تظلم عاقب وانت حكيم عاقب إنما يكون العقوبة إنما تكون العقوبة ردة فعل لا عاقب وانت بوعيك وبعقلك وعارف إش قاعد تسوي انت وقاعد تراقب وقاعد تشوف السلوك وين قاعد يروح هي القضية مو قضية والله بالأخير هم أمانة عندنا من رب العالمين إذن لازم نتعامل معاهم بطريقة يعني ذكية وحكيمة في نقطة مهمة وهي نقطة يعني قبل الأخيرة وهي وأنا في عملية التأديب وأنا قاعد أدب ولدي ولبنتي أعطي الثقة وأمدح أنه أكيد هو رح يسمع كلامي ترى هذه نقطة خطيرة جدا جدا وجميل جدا لو أنت يتيبون قصة في القديم تذكر بابا لما أنت غلطت ذاك اليوم الغلطة الفلانية وبعدين أنا رح تقلت لك كذا كذا ما شاء الله عليك أنت على طول أخذت بكلامي وسمعت وطعت ولا عانت الآن ما شك قاعد أسوي أنا أنا قاعد أذكره في موقف سابق كيف لما هو غلط صلح الغلطة فالحين أنا أنا قاعد أشجع أنه الغلطة الجديدة هذه أنت قادر أنك تصلحها وقادر أنك أنت تغير سلوكك ولذلك أنا لازم أعطي ثقة وأعطي الدعم أنك أنت قادر أنت عندك القدرة أنت قوي بابا ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا الحديث لازم أعلقه في الصالة لأن هذا الحديث يعتبر عمود من أعمدة التأديب والسلوك وهذه نقطة وقل له أنا أدري أنك أنت تقدر وأنك أنت رح تتغير وهذه شجعة النقطة الأخيرة موضوع القدوة ما يصير يعني أنا أأمر لا تفعل وأنا سوي يعني مثلا خنقول رفع صوتك على أمة مثلا وأنا قاعد يقول له بابا لا ترفع صوتك على أمك وشوفني ثاني يوم أنا أنا رافع صوتي على زوجتي اللي هي أمة تقوه قاعد طالعني شو ذي يقول الله أمس أنت تقول لي لا ترفع الصوت على أمك وأنت رافع صوتك عليها شلون بالله مو مقتنع إذن أنا لما أأمر بشيء لازم أنا أول واحد ملتزم فيه ولذلك الآباء اللي يدخنون عندهم نقطة ضعف لو اكتشفوا أن ولدهم يدخن لأنه مشكلة شو يقول لي يقول لا تدخن إيه الوالد يقول له طيب بابا أنا ما دخن طيب أنت تدخن شلو فشني صار كشف تسلل يعني صار موقف الأب ضعيف فوجود القدوة والالتزام بالسلوك هذا يساعدنا على تحقيق السلوك مثل مرة أنا واحدة من الأمهات اكتشفت ولدها عمر 14 سنة يدخن قلت لها خلي أبوي كلمة قالت لي أبوي يدخن قلت لها على اللحظة لا تخليني الأب بكلمة عندك عم خال ما يدخن قلت لي أبوي عم ما يدخن قلت لها خلص خلي اللي قوم السلوك العم مو الأب قلت لي ها قلت لها طبعا لأن الأب كونه يدخن يقول حق أولده لا تدخن ما استفدنا ما في نتيجة لازم يكون في قدوة لكن لما يدخل العم والعم يوجه الولد يعني الولد ما عنده حجة يقول حق عمه شو يدخن أنت ما يدخن هو معناته هني راح يصير في تفاعل والتفاعل جيد هذا فإذا المرة ثانية أعيد لكم النقاط الحلول الذكية للتأديم بعيدا عن العصبية واحد لابد أن يكون الإنسان عنده عقيدة بأن العصبية ما تقوم السلوك يبقى هنا في سؤال صغير طيب يعني أنت بالمرة ما نعصب أنا أقول لكم تابعون تعصبون أنا أسمح لكم بالتعصيبة بشرط أن غضبكم يكون تمثيلية تمثيل وليس حقيقة يعني لا يكون العصبية اللي أنت تطلع منك أنت ما تقوم تتحكم فيها لأ شدي صار ظلم وانتقام وتشفي وإنما العصبية أنت اتخذ قرار أنك تظهر العصبية علشان تبين لا ترى أن هذا الموضوع خطير إذا كنت انتبه هذا المستوى عليك بالعالي في عصب إذا نقسم العصبية نوعين في عصبية احنا نشجعها وفي عصبية احنا نحاربها العصبية اللي احنا نشجعها أن تكون بقرار منك وانت متحكم بين فعالاتك وعصبيتك فإذا انت قعد تظهر العصبية عشان بتوصل لها رسالة يا بابا اللي سويتها غلط العصبية اللي احنا نحاربها اللي هي تطلع من غير استئذان هذه ها الانفجار السريع العصبية هذه هذه مدمرة مدمرة فانتبهوا هذه نقطة مهمة رقم اثنين قلنا نقدم البديل المكافأة أو العقوبة بالحرمان إلى آخره تكلمنا عنها ثلاثة إذا اتخذ قرار تلتزم فيه ما تكسر قرارك ولا تستثني إلا نادر يعني مسموح عشرة بالمئة بس تستثني بس نادر أربعة تكون حازم يكون في قانون واضح داخل البيت حتى تربي عليه على إساس تربي وتربي على مزاجك اللي يعجبك هذا صح واللي ما يعجبك هذا غلط شي دي عيالنا يدوخون ما يعرفون لكن لما يكون في قانون واضح داخل البيت قانون في الأكل قانون في اللبس قانون في التعامل مع الشاشات التكنولوجيا قانون في التعامل مع الأصدقاء قانون في اللباس لم يكون قانون واضح قانون معلن شي دي أنا أقدر ربي وربي بوضوح خمسة إنه ما نهدد ولا نشتم ستة نعطي الثقة بأنه يقدر يغير سبعة تقديم البديل لو كان معاند مثلا اللي بعده هذه نقطة نسيت أقولها لكم بس أقول لكم يا حين على السريع إنه ما نكثر القوانين عليه لأنه ما رح يستوعب الطفل قانون واحد ونلتزم فيه بس حتى هو يتفاعل معنا وآخر شي تكلمنا فيه اليوم القدوة تكلمنا فيه تكلمنا فيه تكلمنا فيه تكلمنا فيه ترجمة نانسي قنقر